أنا حقولي اليوم أبراجنا بالترتيب لأنه رح أحكي عن تأثيرات ولادة الأمر ببرج أسرطاني اللي رح أتمي اليوم المساء نعم تفضل وهي مهمة جداً رح تكون مبارح نوهد طبعاً اللي متابعيننا نوهد عن كتير تفاصيل بتخص هاي الولادة ولكن تحديداً بالنسبة للأبراج رح نحكي باختصار هي لحالات كتيرة نور والاحتمالات كتيرة طبعاً ولكن رح نحكي الأبرز لكل برج من ولادة هذا الأمر يلا نحن جاهزين بداية يلا بداية مع مولود الحمل الحمل تفضلي نعم هلأ مولود الحمل من الموليد يلي اليوم في عندهم توتر أكيد يعني هو وجود الأمر بالسرطان لحاله بيوترون وولادة أمر طاقة مضاعفة رح تكون نعم ففي عنده شوي هايك ضغوط على سعيد أموره العائلية يمكن يطرق ظرف مالي خلافي يمكن يلوم الآخرين شوي فيه اضطرابات هلأ بتمنى أنه مولود الحمل يتصرف بلين وعتدال بعيد عن التوتر بالنسبة للحمل بابتداءاً من هذا الوقت تماماً يعني ابتداءاً من هذا الوقت هو ولادة الأمر ما حتعطينا نتيجة فورية أكيد يا نور هاي مشان مستمعين يعرفوا يعني مو اليوم ولادة الأمر اليوم الحدث بيصير لا خلاص فيه بزره بتبلش بتنمى تجاه شي معين تمام مفهوم بيتم بالفترات القادمة فبالنسبة لمولود الحمل فيه عنده تغييرات على الصعيد العائلي ممكن أو على الصعيد المهني بيبلش مولود الحمل من هلأ بيشعر أنه هو بده يبحث عن استقراره الفعلي والحقيقي كتير من موليد الحمل بيكون عندهم تحركات عقارية عم بيرتبوا العقار بيع الشراء تغيير انتقال مهم عنده الحمل بداية جديدة بتخص استقراره مكانه سكنه استقلاله المادي نعم كل هاي الأمور بيبلش مولود الحمل بتعنيه وبيبلش بيشتغل عليها يلا إن شاء الله هكي بتوفيق لموليد الحمل جميعاً نعم نعم ننتقل لموليد الثور الثور تفضل الثور يومه حلو يومه إيجابي مشغول بمجموعات اجتماعية أو عائلية في عنده تواصل اتصالات اليوم فاتح قلبه الثور وكأنه عم بلمشام العائلي بزيارة بتقارب الأمور كتير حلوة بالنسبة لأله بيبلش مولود الثور من اليوم وبسبب هذا الأمر بيضع أهداف جديدة بحياته هلأ ما في شك عنده لقاءات عائلية بتحدد له مسارات قادمة مولود الثور عنده فرص عقارية أيضاً لو حب كتغيير كانتقال نعم بيزداد نشاطه كتير بهذا الوقت وكتير من موليد الثور إذا كانوا قادرين أو مخططين في عندهم شراء لشي في ملكية عند موليد الثور نعم يعني اللي حاطت بباله بديشتري شغلة اعتبارها من الآن بيبلش بينفز على أرض الواقع تمام يعني عقار سيارة أي أمر نعم تمام أوكي من بعد موليد الثور حتى بالنسبة للأمور الدراسية بالنسبة للثور منيحة نيحة يلا إن شاء الله تماماً إن شاء الله يارب يلا ننتقل لمولود الجوزاء الجوزاء الحقيقة اليوم الأمور المالية عم تفرض نفسه عليه وشغلت له تفكيره وعم يحاول يجدوى الأموره فينا فقط بده ينتبه لأسباب ما رغم إنه الأيام القادمة بتحمله تحسن بيبلش مولود الجوزاء بينتبه لوضعه المالي العام والمستقبلي في حلول في بداية شراكة جديدة عند مولود الجوزاء مصدر للدخل جديد ممكن من عمل يعني من أي شيء اعتباراً من الآن يعني الأمور المالية ممتازة لمولود الجوزاء لو مرت بفترات فيها ولكن ولادة الأمر هو ولادة بتخص قضية مالية عنده أو موضوع شائك بينهي مولود الجوزاء اعتباراً من هذا الوقت إذا إله شيء متعلق مع حدا يعني نعم تمام نعم ننتقل لمولود السرطان يلي القصة كلها عنده تفضلي يعني وكأنه مولود السرطان اعتباراً من هذا الوقت رح يفيق من غيبوبة عرفتي يعني رغم أنه الشمس موجودة عنده شمسه أمر يعني دعم هائل بس بيبلش بقى بمرحلة جديدة من حياته تماماً يوم من يوم الأيام الحلوة يعني لو كان شوي حاسس بضغط مولود السرطان مثل ما قلنا الأمر يعني بيمسه مباشرة لأنه هو كوكبه الحاكم فأي تحرك للأمر بيعني لمولود السرطان فاليوم عنده ثقة بالنفس عنده بدايات جديدة حتماً تغيير مسار كامل عند مولود السرطان ويراقبوا حالهم مولود السرطان اعتباراً من هذا الوقت يراقبوا كيف أنه أمور حياتهم كلها عم تاخد مسر آخر يلا إن شاء الله إن شاء الله يا رب وموفقين يعني سواء بعملهم سواء بقراراتهم سواء بأمورهم العاطفية في شيء ايه في شيء مختلف عما سبق تماماً يعني وكأنه بيولدوا مجديد اليوم يا السلام شوال أخبار الحلوة لسرطان لكي هو معظم الموليد يعني حلوة الولادة هي عم بتأثر بشكل إيجابي نوعاً الولادة حلوة إجمالاً ولادة حلوة يعني حتى لو حملت حدث سلبي بس هي الولادة هو شي جديد تماماً فأنت يعني الإنسان هو كيف ما بيحط النية والهدف بيمشي نية بالمية اتفضلي من بعض موليد السرطان بدنا ننتقل لموليد الأسد شو بتخبرين عن الأسد قلق جداً مولود الأسد مولود الأسد مو اليوم صر له يومين ثلاثة بحالة قلق شديد وترقب يعني وكأنه عم يطوي صفحات مولود الأسد صفحات يعني من مسار يعني بينه وبين حاله بعلاقاته بحياته بده يسكر يعني ولادة هلأ هو اليوم مو كتير رائق الأسد نعم مزاجه فاتر شوي في حالة عم بيعيشها متل ما قلت قلقها مشاعر سلبية شوي عنده ولكن ولادة الأمر بهذا الموقع بالنسبة لمولود الأسد أولاً تفتح أبواب السفر قدامه موليد الأسد يلي كان السفر عم بيجي لباله هلأ بيصير هدف آه أوكي بالنسبة لألون اتنين بيغلقوا مرحلة ماضية من حياتهم حتماً تماماً يعني تماماً وبيحطوا أهداف جديدة وبيمشوا تمام تمام ننتقل لأ مولود العزراء اتفضلي العزراء شو بتخبريني كمان عن العزراء مولود العزراء الحقيقة عنده شبكة من العلاقات اليوم حواليه فيه تعاون فيه مشاريع مشتركة صحبة حلوة أعمال آه فيه تشاركية يعني اليوم اجتماعي أكتر لمولود العزراء وفيه تجديد عموماً الآن العزراء أيضاً كمان بدي حط له عنوان يعني لولادة الأمر بهذا الموقع السفر آه هذا العنوان هذا العنوان للراغبين السفر لموليد العزراء للراغبين آه فيه مكاسب مالية أيضاً بيأمن لهم ياها ولادة هذا القمار آه فيه يعني مكاسب مالية أمور قديمة نعم مثلاً مصادر جديد للدخل آه بيجي يومال يعني بيت هذا فيه وفرة بالمال تمام نعم لا يقولوا موليد العزراء من وين وبدوا يجيهم مالي يصرفوهنن أحرار وقت بيصرفوه بيروح المال طبعاً يعني بس إنه فيه شيء بده يترتب فيه شيء قادم وخلص يعني بالنسبة للعزراء وولادة أمر وكأنه آلو آه أنا معك مادام غاليا تفضلي عم بسمع آلو مادام غاليا عم تسمعيني أنا سامعتك منيح آه تمام يلا تفضلي تمام لحظة بس يلا تفضلي مادام غاليا نحن معك أيضاً موليد العزراء بيبلشوا هلأ بيحطوا أهداف جديدة بحياتهم مختلفة عن السابق نعم تمام يلا منروح لمولود الميزان اليوم شوي مولود الميزان مضغوط وتصرفاته تحت المراقبة مثل ما بيقولوا نعم يعني يمكن هيك اليوم مسئولية إيلي شوي يحس فيها هلأ اليوم لا ترفض الأمر الواقع يعني لو كنت معنك راضي لو كنت متوتر حاول أنه دائماً تترك بينك وبين الآخرين صيغ للتفاهم أياً كان الإزعاجات هلأ الميزان بولادة الأمر ما في شك أنه في شوي إرباكات ممكن يحس بنوع من المنافسات مع محيطه ممكن يكون فيه نوع من العداوة يلمسها مولود الميزان يحاول يثبت نفسه أكتر يثبت مواقعه أكتر ولكن الميزان مقبل على عمل جديد آهام شو عنده وشو جديد ولادة الأمر بتخص موضوع عملي عند مولود الميزان نعم عمل جديد أو مهام أو مسئولية جديدة تمام ننتقل لمولود العقرب العقرب أنت عم تستني مولود العقرب ما هيك يا نوم أكيد شو بتخبرين أتفضلي عني أجمالاً بالنسبة لمولود العقرب يوم حلو مولود العقرب اليوم حلو ليفعل خطط مشاريع يغير السلوب يغير نماط بعد تفكير مطول مولود العقرب ممكن يتوصل لقرار معين اليوم عنده مصارحات مولود العقرب ممكن كثير أنه يفش قلبه مثل ما بيقوله فاتح قلبه اليوم العقرب اليوم بده يحكي مولود العقرب بده يعبر عن نفسه بيقدر يعبر عن نفسه يحكي يقنع الناس اللي حواليه المعنيين وعم بيقدم أفضل ما عنده حلو هلأ العقرب كمان بده يحط له عنوان كتير مهم شو هو؟ السفر آه السفر السفر مهم لمولود العقرب إذا كان مولود العقرب عنده نوع من الاهتمامات الدراسية تعلم شي جديد امتحانات هذا كله ناجح جدا بالنسبة لمولود العقرب حتى بالنتائج آه بالنسبة لمولود العقرب مولود العقرب يلي عم ينتظروا آه بدايات جديدة بحياتهم هلأ وقتها مهم يعني بداية عاطفية مثلا حتى لو كانت مع شخص من الماضي هلأ بدي يقول لمولود العقرب يلي عندهم تعلق بالماضي في عودة لعلاقة سابقة إذا ظروف هالعلاقة بتسمح يعني نعم نعم تمام نعم في عودة ورح ينسوها خلال يعني من هلأ خلال الشهر القادم رح ينسو هذا الامر آه يلا ان شاء الله خير في شي تاني عن العقرب ولا خلاص لا خلاص حاجة هو الاحتمالات كتيرة بس شو بدنا نحكي لنا نعم نحكي عن الأبرز تماما بعد موليد العقرب القوس صباح الخيرات للقوس صحتين وهنا شو بتخبرنا عفوا بس أنا يعني اليوم بيكامل الانطراب نور ايه معي نحن ركزي والله معك والله معك هلا يكون معك اتفضلي القوس الله يا رب ايدي نجاح لكل الطلبة يا رب يا رب القوس اليوم عم بيفكر بطريقة هونية عم بيحاول يفتح ملفات ويصححها عم بيفتح ملفات قديمة ويحاول يعيد النظر فيها عم بيعني ساعي القوس لحلول نعم وخاصة على الصعيد المالي يعني ماليا كمان قالوا هذا الموضوع شوي عم بيشوف الأمور هلأ عنده ترتيبات ولادة الأمر ترتيبات تسويات مالية كثير موالي القوس بيجيون دعم مالي غير منتظر وبطريقة مفاجئة مصدر دخل جديد للمال أمور الميراث أمور العالقة بينه وبين الآخرين إلى تسويات في بداية لتسويات كثيرة حلول لقضايا مالية قانونية إذا كانت موجودة عنده شريك جديد بالحياة للخاليين والله أخبار جميلة للقوس حلو أي أخبار جميلة وفي شي بدي يقوله لموليد القوس يعني لبشوف أنا موليد القوس إنه يمكن يبدو بعلاقة بشكل سري بالوقت الحالي يعني ما بدنا فضايح ما يتم الأعلان عنه يمكن يبدو بعلاقة عاطفية بشكل سري أول شي بعدين بيعلنوها طبعا آه أوكي بس 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 في هيك شي تمام في هيك شي عندهم يلا إن شاء الله هيك يا صباح من جميل منتقل مولود الجديد الجديد شو بتخبرين على عن الجديد؟ على الجديد مرحلة كتير كتير حاسمة بحياته لمولود الجديد بقراراته بشراكاته وعلاقاته لأنه ولادة الأمر ببيت شراكاته نعم ففي عنده احتمالات كتير ولكن كل هالاحتمالات متعلقة بالشراكات سواء كان المهنية سواء كان العاطفية سواء العملية سواء المالية أي نوع من أنواع الشراكات شراكات اين طبع فالجدي هلا اليوم شوي مرهق شوي متدايق شوي متودر فمشان هيك نسحب من نقاشات حاول أنه يعني داري هالضغط هذا بالانعزال وليس بالمواجهة هاي عم بنصخ لك وهي فادي كمان عم بيسلم عليك وعم بيأكد لك عم بيأكد على كلامك بس انتصح من المدام غادة فادي فادي معي يعني عن عمل مثلا عن ارتباط عن علاقة يعني ما في بده فيه في حسم هاي بقى ببداية مرحلة للحسم كثير من موليد الجدي بيكون عندهم مصالحات بيرتبوا علاقات وشراكات بحياتهم نعم اهم شي بدي يقوله لمولود الجدي شغلة مهمة فضل الجدي بطيء باتخاذ القرارات بطيء بتقبل التغييرات يلي هو ماله صنع يعني اي تغيير هو مهو صنعه بلاقي صعوبة بتقبله نعم يعني مثل كل الابراج الترابية طبعا فانا بس بدي يقوله انه بلا بطء مولود الجدي استعجل استعجل كن سريع مو اليوم ها بس مو اليوم اليوم لا تتهور ابدا اليوم ابدا لا تتهور مو صحة اليوم اليوم الامور مكركبة ما انو مزبوطة لا بس ما على المدى لانه تأثيرات الامر الناوي لاتهم ممتدة هي مو اليوم اكيد يعني بس هي ممتدة يعني لفترات قادمة لا لا دروس امورك منيح بس يعني وقت بتحس انه انا الاول تصرف تصرف يلا ان شاء الله صباحهم جميل لاجه دي من اجه دي بننتقل موافقني موافقني فادي على هالكلام طبعا وانا عنده اعتراض عم بأكد يعني انا اعجي يلا من الجدي بننتقل لدلو لدلو اليوم تدلو شوي متقلب المزاج وقلق مشوش شوي وقته هيك عم بيضيع بدون فائبة الصراحة عنده قلق معين تجاه اعمال تجاه مسئوليات تجاه اخبار بدك تنزبه شوي لواجباتك ما بدك تأثر هالطراب بالطاقة سببه يمكن حتى يكون تعب صحي عند موليد الدلو او ارهاط يعني ممكن متعب شوي صحيا لا حاول تدارك الوقت هلأ ولادة الامر بهذا الموقع بالنسبة للدلو كتير مميحة اول شي بده يعيد مولود الدلو تنظيم حياته من اول وجديد يعني تنظيم تفاصيل ايامه روتين حياته نعم كل يوم هو عادة شو كان يعمل كل يوم هلأ بده يعيد ترتيب هذا الموضوع في روتين معيم ده يتغير بحياة مولود الدلو تماما اعتبارا من هذا الوقت نعم امور الصحية بده يعطيه اهتمام خلص استهدار بالصحة اهه بلش منه جديد اه تماما فهل هو بداية علاج هل هو بداية تغييرات متابعات طبية مثلا عند التعبانين صحيا من مولود الدلو نعم فانا بشوف انه وعنده مولود الدلو ايضا حسم شوفي وكأنه في امور بالنسبة للمولود الدلو تظهر للعلن بهذا الوقت فسواء بعلاقات سواء بترتيبات عم يرتب امور هيك بشكل خفي مولود الدلو يعني بهذا الوقت بس في عنده حسم ببعض الامور ببعض العلاقات بحياته يلا ان شاء الله هارون جميل فالصلا العلاقات ياللي ماله كتير واضحة هاي تحضير من المتام غالية صباح الخير لجميع نعم اخر الموليد الحوت تتفضلي نعم طبعا الحوت اكيد حلو بالنسبة للمولود وتواجد الامر بالسرطان يعني هو صديقه فالامور جيدة الفرص حلوة علاقاته حلوة ثلاثة تلقائية يعني اليوم فيه هدوء جمالا نعم فيه شي كتير مهم ما بقدر استسميه يعني ومبارح ذكرته كمان موليد الحوت يلي عندن اولاد المرتبطين يلي عندن اولاد فيه شي بخص اولادهم فيه احداث بتخص اولادهم نعم فرحة للولاد مثلا يعني اي شي يعني بيهتموا بالولاد بيغيروا اسلوبهم بالتعامل مع الولاد نعم عرفتي فيه شي بخص الاولاد اجمالا الحوت عندنه حسم عاطفي سلبي او ايجابي السلبي رح يكون لصالحه لانه رح يريح راسه اهي من الاخر منيح ازاك قبلاني بالسلبي والايجابي رح يفتح له اكيد حيات جديدة يعني دائما الحزم ممكن يكون سلبي وممكن ايجابي يعني كل واحد هو حسب ظرفه البعض من مواليد الحوت بيتصلحوا مع علاقة سابقة مع ارتباط قديم يعني هلأ المرحلة القادمة فيه شي له علاقة بالماضي عند مواليد الحوت نعم يسلم حتم مادام غاليا وشكرا شكرا كتير كتير لأليك